أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من الشبهات التي تسمع من أهل الخلاف أن من قتل الإمام الحسين عليه السلام شيعته أو من خذله هو شيعته تحت عنوين منها أن من اشترك في قتاله هو جملة أهل الكوفة أو القول أن بعض الأسماء المذكورة في قادة معركة الطف هم ممن كان مع الإمام علي في معركة صفين وبذلك فهم شيعة وهذه ذرائع واهية جدا فإن أهل الكوفة ليس كما في هذا الزمان كلهم أو معظمهم من شيعة أهل البيت الكوفة كانت عاصمة إسلامية تجمع كل الطوائف وحتى أديان أخرى ومن المعلوم أنه لم يكن الشيعة في ذلك الوقت كثرة كثرة ولا كانوا يمثلون الأغلبية خصوصاً أن فترة خلافة معاوية قضت على الكثير الكثير منهم الخوارج الخوارج المركز الرئيسي كان لهم في البدايات وفي الكوفة الأمراء الذين حكموا الكوفة أمراء أمويون القادة هؤلاء قادة أمويون أو خوارج أما القول بأنه هؤلاء كانوا أو قسم منهم كانوا مع الإمام علي في معركة صفين فهو الشيعي هذا أيضاً من الشبهات التافهة جداً فإنه الإمام علي عليه السلام حينذاك خرج معه جملة المسلمين في معركة صفين وغيرها من المعارك لا باعتبار أنه إمام الشيعة بل باعتبار مقام خلافته العامة التي اعتبروها هي في سياق خلافة الخلفاء الذين سبقوه مما يسمونه بالخلافة الراشدة فهذه الشبهات بالحقيقة في غاية التفاهة ومع ذلك نقول لهم أن هناك المئات من الصحابة كانوا مع الإمام علي في معركة صفين وكان هناك الألوف الألوف من التابعين هل تقولون أن هؤلاء شيعة الإمام علي وشيعة أهل البيت باعتبار كانوا في صفين؟ هل تقبلون بهذا؟ أيضاً لو تعرضنا أولاً إلى جملة من الأمراء والقائد القائد الأعلى هو يزيد بن معاوية وهذه العملية عملية تحقيق القتل الإمام الحسين لم يكن في ساعة وأمر مفاجئ وطارئ بل كان مخطط له من أول أيام تولي يزيد لخلافته كما تدل على ذلك رسائله إلى واليه في المدينة ويجب أن تأخذه بالبيعة وإلا قتلته أو ما شاكل ثم تنصيبه لعبيد الله بن زياد ونقله من البصرة إلى الكوفة وقيام عبيد الله بن زياد بقتل جملة من الشيعة وأنصار الإمام الحسين وهو يكتب بذلك إلى يزيد وكانت طرق الإيصال للرسائل سريعة حسب ذلك الوقت لا تأخذ وقتاً كثيراً ليس شخص يسافر من الكوفة مثلاً إلى الشام نفسه وإنما هي حلقات متواصلة الشخص يسلم إلى الشخص وهكذا فتصل بسرعة كبيرة بالنسبة إلى ذلك الزمان فيزيد هو الخليفة وهو صاحب الأمر ويزيد ليس شيعياً بل خلافته امتداد لخلافة معاوية وخلافة معاوية امتداد لخلافة من سبقه من الخلافاء الثلاثة فكان مقاتلاً محارباً معارضاً لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب فلا يمكن أن يقال عنه أنه كان خليفة على سياق خلافة الإمامة لهذا واضح البطلان هذا ما نستطيع أن نقول عنه أنه الحلقة الأولى في الجواب على هذه الشبهة وتأتي إن شاء الله الحلقات القادمة في ذلك والحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر